بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعده الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم صفحات من تاريخ الحديث الذي خصصته بالحديث عن الاحتلال الإنجليزي لمصر وفي حلقة الماضية بدأت بالحديث عن ضرب الإسكندرية وذكرت بإيجاز لمن لم يشاهدها أن القوة المصرية كانت تقريبا سدس سدس القوة الإنجليزية 17% بلغة العصر والمقارنة في الحقيقة بين المدافع الإنجليزية وثباتها وقوتها ومع المدافع المصرية كانت مقارنة ظالمة لكن الشرف وكل الشرف والمجد لهؤلاء الجنود الذين ثبتوا وكانت تدكي القلاع على رؤوسهم ويموتون ويقتنون بالمئات ومثابتون في مكانهم ونالوا إعجابا حتى الأوروبيين بعض الأوروبيين الذين كانوا يشاهدون المنظر نالوا إعجابهم وما هربوا ولا فروا ولا ارتكبوا كبيرة الفرار من الزحف رحمة الله تعالى عليهم وعلى درجتهم فعليين وذكرت أن البيوت كانت تدك فوق رؤوس الأهالي فماذا صنع الأهالي؟ الأهالي في الحقيقة ما استسلموا الأهالي قاوموا أيها الأخوة والأخوات لكن العلة هي تبقى دائما أن الأهالي ليس معهم صلاح وسلاحهم العصي والنبابيت كما تسمى يعني النبوت والعصاوة والمشعاب كما نسميه نحن هنا في الحجاز ماذا يصنع؟ ماذا يصنع هذا أمام جنود مدججين بالسلاح يعني ينزلون إلى البر بالآلاف والأهالي مساكين يعني ما دربوا ولا أعدوا وهذه يعني حروب المدن في كل زمان ومكان حروب طويلة الأمد لأنها حروب مثل حروب العصابات ما تستعدوا الاحتلال المدينة إلا بعد مقاومة طويلة طويلة جدا لكن سويعات واحتلت الإسكندرية والسبب أن الأهالي مساكين لم يكونوا مهيئين لم يكونوا مستعدين ما طلب أحد منهم أصلا المشاركة يعني إحدى المشكلات في الحقيقة التي ستأتي في تقويم الثورة العرابية أن العرابيين لم يعدوا الناس لمثل هذا الموقف للأسف الشديد وأنا أقول هذا وأنا أحترم عرابي وأحب جهاده في سبيل الله تعالى ثم في سبيل استخلاص الحريات ومقاومة الخديو ونفاقه وخداعه وتعاونه مع الغربيين يعني أحب منه هذا لكن عرابي ما للأسف الشديد يعني ما هي الناس التهيئة المطلوبة ما بث فيهم روح المقاومة والإقدام وأن العدو قد يهبط عليك في وقت سلح الشعب وعطاه سلاحا ولو من باب وجه سري ولو على أقل رؤوس الشعب وفتوات الشعب كما يسمون هذا كل ما حصل فالعلة نفسها نأتي ونواجه يعني كما جاء نابليون قبل ثلاثة ثمانية سنة من حملة هذه ووجد الفلاحون مساكين يعني نابليون نزل من الإسكندرية إلى النيل ثم إلى القاهرة كانوا في النيل وكانوا بجوار النيل الجنود وجد الفلاحون مساكين أنفسهم أمام ثلاثين ألف جندي تقريبا فرنسي مدجج بالسلاح وهم مساكين لا يملكون أنفسهم حولا ولا طولا خرجوا لهم بالعصي يعني آخر مرة الفلاح المصري رأى جنديا أوروبيا كانت أيام حملة لويس التاسع في المنصورة يوم أسر في المنصورة قبل ستة قرون تقريبا من الحملة الفرنسية على مصر فما كانوا مهيئين ومستعدين فجريمة ترتكف حق الشعوب أنها لا تهيأ للمعارك القادمة ولا تعد ولا تسلح الشعوب للمقاومة تصور لو كان شعب في إسكندرية مسلحا هل يستطيع خمسة ألاف سبعمائة بحار إنجليزي يأخذون إسكندرية مستحيل مستحيل في سويعات أخذوها والسببهم الشعب غير مسلح غير مهيئ غير معدل مثل هذه المعارك وهذه جريمة يرتكبها أولو الأمر في كل وقت وفي كل حين لأسف مع الحملات هذه الإنسان يقرأ وتصيب الدهشة وتستولي عليه مظاهر العجب كيف لم يسلح الشعب المهم الأهالي قاوموا ودافعوا لكن كما قلت لكم الأمر فوق طاقتهم على أنه كان هناك تضحيات وإقدام وإقبال على الجهاد لهؤلاء لكن أيضا عرابي الأزف الشديد يعني عرابي قرر أن ينسحب إلى كفر الدوار كفر الدوار مكان قريب من إسكندرية لماذا قرر الانسحاب؟ رأى أن دخول الإنجليز إلى إسكندرية أمر لا مفر منه فقرر أن ينسحب إلى كفر الدوار بعض المؤرخين قال وهو صادق قال عرابي معه آلاف الجنود لو نزلوا إلى الميناء لو نزلوا إلى الميناء وقاوموا نزول البحارة الذين يأتون على قوارب مطاطية يأتون من السفن إلى الشواطئ لاستاضوهم واستطاعوا أن يحدثوا مقتلة عظيمة فيهم على الأقل خمسة إنجليز قتلوا تصوروا الفضيحة احتلت أسكندرية بخمسة إنجليز فقط قتلوا تسعة عشر جريحا كان يمكن لعرابي أن يتحسنوا في أماكن ويصيدوا هذا جند القادم بالبنادق كما تساد الحمام لكن للأسف الشديد قرر انسحاب وهذا أحد الأخطاء التي تكبى عرابي لأن القوة البرية التي أتت بعد ذلك من مدد الإنجليزي سواء كان من إنجلترا بخمسة عشر ألف مقاتل أو من الهند من الهنود وكان يأتون طبعا كانت إنجلترا تحتل الهند وكانت تأتي من مستخرباتها ليس من مستعمراتها كانت تأتي بالجنود ليقاتلوا كما حدث مع الفرنسيين عندما أخذوا جنود الجزائريين المساكين والتونسيين والمغاربة أخذوهم في الحرب العالمية الأولى ليقاتلوا مع الفرنسيين يعني أمر مبكي كذلك هنا لكن عرابي قرر للأسف الشديد أن ينزل ينسحب إلى كفر الدوار ولا أدري لماذا لم يقرر أن ينزل إلى ساحل البحر بالآلاف الذين معه ويقاوم من نزول البحار الإنجليز فإنما ما كانوا يستطيعون أبدا أن ينزلوا خاصة أنهم نزلوا في أماكن بعيدة نسبية للإسكندرية وأماكن قريبة لكن كممكن أن يوزع الجيش لصد هذه الهجمة المهم أيضا تهم سليمان سامي داود قائد الألالاي السادس تهم بأنه أحرق الإسكندرية قال لأني لا أريد أن يستلم الجنود البريطانيو إسكندرية إلا خرابا يعني بعض المؤرخين شكك في هذه القصة بعض المؤرخين يثبتها بتفاصيلها تفاصيلها يصعب فيها التشكيك في الحقيقة أنا شارك فيها بعض الأوروبيين وبعض المالطيين وكانوا ينوم من هذه المشاركة الحصول على تعويضات بعد الحرب وأنه حرقت بيوتنا وحرقت متاجرنا وحرقت بضائعنا كان في تفصيلات في هذا ولكن أيضا في عبارة مهمة لجون نيني عميد الجالية السويسرية يقول لكم كان شاهد عيان لهذه الحوادث شاهد عيان يقول إن الحرائق الأولى شبت في الأحياء الأهلية من قنابل الأسطول الإنجليزي يوم الضرب وكان الحريق الذي أمر به سليمان سامي داود على غير رأي عرابي والوزراء فانفرد بإحداث سليمان سامي داود قائد الآلاي السادس الذي كان مشهورا بالتهور والحمق وكان يعد نفسه عرابيا آخر في الإسكندرية وقد صمم ألا ينسحب حتى يجعل إسكندرية خرابا طبعا هذا يدلنا على إن صحت هذه الرواية وأثبتها جون نيني ما مصحة يكذب الرجل لكن إن صحت أقول فهذا يدلنا على تفرق كلمة عرابين وهذا أمر كان واضحا وسأتي في التقويم الثورة إن شاء الله تفرق كلمتهم وتفرق كلمة قادتهم وأن هذا أحدث حدثا مثل هذا ضخما بدون أن يرجع إلى القيادة العامة قيادة عرابي إن عرابي نفسه كان هو المسؤول عن كل القيادة في كل مصر فما كان يمكن يحدث حدث ضخم مثل هذا بدون رجوع إلى عرابي وقيادة عسكرية في مصر لكن للأسف هذا الذي حدث هذا الذي حدث استقر رأي عرابي ومن معه كما قلت لكم على انسحاب من إسكندرية إلى كفر الدوار التي وصلها وأقام فيها الاستحكامات أقام في كفر الدوار الاستحكامات المناسبة التي إذ جاء الإنجليز يصدهم عن الاستمرار في سيرهم إلى طبعا القاهرة اسمعوا قبل نقطة مهمة جدا حتى نعرف أن كفرة ملة واحدة قبل الضرب مباشرة انسحب الأسطول الفرنسي وكان لو لم ينسحب ما ستطاع الأسطول الإنجليزي أن يضرب لأن هناك كما يقال ميثاق شرف هذا ميثاق شرف يعني من الضعف بمكان عرفنا الميثاق شرف في ضرب العراق وفغانستان والبوسنة والهرسيك عرفنا طويلا هذا ميثاق شرف المهم كان هناك ميثاق شرف أن لا تنفرد دولة من الدول الأوروبية بعمل ما ضد مصر لكن نسحب الأسطول الفرنسي ليسمح للحكومة الإنجليزية أن تفعل ما تشاء وللأسطول الإنجليزية نفعل ما يشاء لو وقع هذا الاعتداء على شعب أوروبي هل كان ممكن أن تسكت أوروبا مستحيل أن تسكت وتوافق لإنجليترا على هذا الضرب لكن الأسف الاعتداء وقع على شعب مصري مسلم عربي فكان قابلوا ذلك بسكوت تام وصمت مريب حتى كان القوم مجتمعين في الأستانة لما جاءت الأخبار بضرب الإسكندرية يعني قابلوا ذلك ببرود عجيب وصمت ولا مبالاة وكان أمر لا يعنيه مفعلا لا يعنيهم يعني ماذا يعني أرباب الكفر والدول الكبرى في العالم من ضرب الإسكندرية تضرب كما تشاء أهم مصالحهم لا تهتز ومصالحهم لا يمسها شيء هذا هو الواقع يعني الأسف الشديد المهم اسمعوا ماذا جرى لم يكد الجيش الإنجليزي أن تصل على العرابيين حتى بادر الميسيو تيسو سفير فرنسا بلندن إلى مقابلة اللورد جرانفيل وزير خارجية إنجلترا وهنأه باسم الحكومة الفرنسية على هذا الانتصار وكان جواب جرانفيل اسمعوا جوابا صليبيا قال إن الانتصار هو انتصار أوروبي ولو انهزم الجيش الإنجليزي لكان ذلك كارثة على كل الدول التي تحسب حسابا للتعصب الإسلامي هكذا بكل وضوح بكل وضوح الرجل كان واضحا جدا قال لو انهزم الجيش الإنجليزي كان ذلك كارثة على كل الدول التي تحسب حسابا للتعصب الإسلامي نفس ما يجري اليوم يا إخوة نفس ما يجري اليوم عندما أعلنها بوش حربا صليبية على العالم الإسلامي كما هو معلوم أيضا الميسيو دوكليرك رئيس وزارة فرنسا هنأ السفير البريطاني في باريس بهذه الواقعة وقال إن انتصار الإنجليز على العرب في مصر ينتج ثمرة طيبة في فرنسا لتونس وجزائر يعني انتصار الإنجليز يحدث اليأس الكبير في نفوس الجزائرين والتونسيين ويعمق الوجود الفرنسي في الجزائر وتونس يعمق الوجود الفرنسي في الجزائر وتونس يعني للأسف الشديد هذا هو الذي يتبجح به الفرنسيون دوما أنهم مناصرون للشعوب عامة يعني دائما الفرنسيون تتبجحهم أنهم مناصرون للشعوب وأنهم مع الشعوب المستضعفة وأنهم وأنهم وأقاموا الدنيا ما يقعدوها على الإنجليز أيام التهديدات لمصريين وكذا بعد أن استقر الأمر انظروا ماذا قال الفرنسيون الإنجليز انظروا ماذا قالوا حتى نعلم حتى نعلم أن الكفر ملة واحدة يساعد بعضهم بعضا بعد الفاصل إن شاء الله تعالى سأكمل الحديث عن ما جرى في الإسكندرية ومن بعدها استحكامات كفر الدوار فابقوا معنا يا الإخوة والأخوات السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل الإخوة والأخوات كنت قد تحدثت عن تهنئة فرنسا لإنجلترا بالنصر على المصريين في الواقعة الواقعة ضرب الإسكندرية ثم بعد ذلك ما جرى من أحداث التل كبير التي سأذكرها إن شاء الله تعالى وبيّنت أن الكفر كله ملة واحدة نضي الإسلام والمسلمين مهما تبجحت فرنسا وأظهرت من عطف على المصريين كبير وكبير جدا قبل وبعد الاحتلال البريطاني لمصر وكل هذا فقاعات ما إن تظهر في الهواء إلا وتتلاشن لا قيمة لها لأن القوم صليبيون ويندفعون من صليبيتهم ومن رغبتهم الجامحة في السيطرة واحتلال الشعوب ومقدرات الشعوب وثروات الشعوب بقيت جثث الجنود المصريين في القلاع أياما للأسف الشديد حتى تعفنت ما جروا أحد من الأهالي أن يسحب هذا أو ما كان هناك استعدادات سمي ما شئت ما أدري حتى للأسف دارت عليها الكلاب وإن الله وإن إليه راجعون حتى أن كثير من جثث غير الجنود بقيت مطروحة أياما في الشوارع ما جروا أحد أن يسحبها حتى أيضا دارت عليها الكلاب أيضا ولا حول ولا قوة إلا بالله أمر يعني محزن لكن هنا بدأت يعني الخيانات تظهر بقوة من الخديو الخديو توفيق أمر بعزل أحمد عرابي من نزارة الحربية الشعب ما أبه بهذا العزل لأنه كان يكره الخديو يراه عميلا للإنجليز وفرنسيين انعقدت جمعية عمومية بعد ضرب الإسكندرية باثني عشر يوما انعقدت في القاهرة في نحو خمسمائة عضو على هيئة مؤتمر وطني فيه المشايخ وفيه بعض الأقباط يعني رؤساء الأقباط ورؤساء اليهود جاء حاخام اليهود أيضا وجاء عيان البلاد وكبراء البلاد والأستاذ الإمام محمد عبدو تولى عرض الموقف إلى الآن ماذا جرى واختتمه بذكر فتاوى العلماء الثلاثة عليش والحلفاوي والإنبابي والعدوي يعني عليش والحلفاوي والعدوي كان أئمة مصر آنذاك وكبارها وختم بالفتوى التي تقضي بأن الخديو هو عميل لهذه القوى الغربية بالذات الإنجليز وفرنسيين وأنه يجب عزله وعدم قبول العزل العرابي وإيقاف العمل بأوامر الخديو قرار ممتاز لكنه في ظني أنه متأخر ومتأخر جدا يعني جميع المهم اجتمعت جميع جيدة أنها اجتمعت وأظهرت الرأي الصحيح لكن أين هي من قبل ولماذا سكتت على الخديو منذ أنعين في 1879 نجال احتلال في 1882 ثلاث سنوات من 1296 إلى 1299 تضحت عمالة الخديو وضعف وضعف الخديو تضح أمام الإنجليز والفرنسيين فلماذا سكتتم أيها العلماء لماذا سكتتم يا عيام مصر هذا الوقت الطويل لكن أنا سبقا ذكرت أن قضية قضية هيبة كانت ربما من وضع الدولة العثمانية الذي خديو يمثل النظام الشرعي على أقل أمامهم معين من دولة العثمانية وإلا كان يفترض أن يتحرك تحرك الشعب ويعني العزل الخديو من تلك الأيام وما كان دولة العثمانية تستطيع أن تفعل شيء لو أن الشعب اتفق على عزل الخديو ورغبتي في ذلك كما حدث أيام محمد علي عندما قرر الشعب تولية محمد علي وأعيان العلماء قاموا في هذا الأمر قومة رجل واحد كما تذكرون آنذاك في الحادي وعشرين من يوليو سنة 1882 سنة 1299 هجرية صدر الأمر بتعين جنرال السير جرانت ويلسلي قائدا عاما للحملة الإنجليزية في مصر ولم يصل مصر إلا في منتصف أغسطس يتصوروا هذا يدل كله على لا مبالاة وأن القوم متأكدون أن الأمر في أيديهم يعني الحملة بدأت تضرب في 11 يوليو لم يصل إلا في منتصف أغسطس يعني شهر وأربعة أيام مما يدل لك دلولا دلالة واضحة على أن الأمر مبيت بليل وأن القوم متهاورون جدا في شأن مصر وأنهم متأكدون أنهم سيأخذونها لا محالة وظل يتولى قيادة الجيش سيمور وجنرال اسمه أليزون إلى أن جاء جنرال ويسلي كان هناك رئيس وزراء اسمه إسماعيل راغب باشا تذكرون أني قلت أن إسماعيل راغب باشا عين في وقت حرج وحرج جدا يوم رفض شريف باشا أن يستلم الوزارة واستقال محمود سامي البارودي ولم يكن هناك وزارة في مصر وعين الخديو تحت الضغط الشديد من الأعيان أحمد عرابي مرة أخرى وزيرا للجهادية والبحرية والحربية إلى آخرية فما كان هناك رئيس وزراء لمصر فعين إسماعيل راغب باشا إسماعيل راغب باشا للأسف الشديد على أنه كان أحد الوطنيين أو كان أحد المشاركين في الحزب الوطني القديم إذا حدثتكم عنه من قبل لكن هنا بدأ يخالف مبادئه وبدأ ينقلب إلى صف الخديو والإنجليز والفرنسيين الناس تغير مبادئها للأسف الشديد تحت ضغوط معينة لأنهم في الحقيقة لابد أن نقول هذا لم يتربوا تربية إسلامية صحيحة لم يربوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كلها شخصيات كانت شخصيات بعيدة عن الإسلام في الجملة أنا ما أطعنا الآن فيهم هل كانوا يصلون ما يصلون يصومون لا يصومون هذه قضية أخرى أنا أتحدث عن إسلامهم الذي يحركهم الذي يحكمهم الذي يحكم مبادئهم الذي يحكم توجهاتهم هذا قطع عندي قطع أنه كان غائبا عن معظم الشخصيات التي ذكرتها سأذكرها قطعي هذا الأمر عندي من خلال النظر في شأنهم وأحوالهم أما كونهم يصلون أو يحفظون عن الفرائض في ذواتي أنفسهم وفي خواص شؤونهم هذا ما أتطرق لا أتطرق له ولا أدري عنه أصلا شيئا لكن الإسلام كان بعيدا عن توجهات القوم لذلك ممكن بسهولة أن يكونوا بالأمس في الحزب الوطني واليوم يكونوا مع الخديو والإنجليز يغيرون مبادئهم لأنه ما عندهم تربية لم يخضعوا لتربية إسلامية جيدة قوية كما هو معلوم اسمعوا سيمور طلب منه من إسماعيل راغب باشا أن يكتب خطابا ماذا في هذا الخطاب اسمعوا ماذا في هذا الخطاب هذا كلام بعد ضرب إسكندرية قال لي الشرف الرفيع اسمعوا هذا إسماعيل راغب باشا رئيس وزراء مصر لي الشرف الرفيع أن أعلن لحضرتكم من حضرته؟ سيمور الإميرال الإنجليزي ضرب الإسكندرية الذي عدو لمصر والمصريين لي الشرف الرفيع أن أعلن لحضرتكم أن عرابي يشتغل الآن بإعداد وسائل الدفاع قصده في كفر الدوار وذلك مخالفة لأوامر جناب الخديو فكونوا إذن على علم أن الخديو عزم على عزله فهو لذلك أي عرابي المسؤول عن ما يحدث فأرجوكم أن تبلغوا مضمون هذه الرسالة إلى حكومة جلالة الملكة أي ملكة بريطانية الله أكبر بعد هذا الذل ذل بعد هذا الهواني هوان لكن كما قلت لكم هذا الذي كان مؤسسا أو مشاركا في الحزب الوطني قديم الذي كان يعني مؤسسه كان يزعمون بأننا موطنيون ونحرسون على مصلحة مصر انظروا انظروا ماذا يقول ثم حتى تكتمل حلقات المؤامرة يدعو في هذا الوقت الحرج الخديو وكان مقيم في إسكندرية كما قلت لكم حتى أن العار سيمور عرض عليه قبل الضرب أن ينزل إلى حامية بارجة إنجليزية تحميه في عرض البحر فلا يتأثر ولا يصاب بسوء أما جود المصريون أن يقتلوا بالمئات لا بأس الأهالي يقتلون بالمئات لا بأس أما هو لا يمس وعرض عليه سيمور أن يكون في بارجة بحرية المهم عرض على عرابي أن يأتي إلى إسكندرية يتفاهم معه حول الموضوع تصور يعرض على وزير دفاعه أو وزير الجهادية أو كذا يعرض عليه أن يأتي إلى إسكندرية وإسكندرية محتلة بجنود الإنجليز حتى يتناقش في الموضوع طبعا معلوم أنه إذا أتى سيقبض عليه أو يقتله لكن انظروا إلى العرض أصلا يعني عرض مضحك أو مبكي ما أدري ماذا أقول عرابي طبعا يتذر أن البلد في حالة حرب مع الإنجليز ولا يمكن أن يأتيه بنفسه إلى إسكندرية فمن شاء من الوزراء أن يأتيه إلى كفر الدوار ليتناقش معه يتباحث لا بأس بهذا مجلس طبعا هذا موقف صحيح من عرابي وقف الموقف الصحيح طبعا ظهرت مشايعة الخدوة للإنجليز وفطن عرابي أن الخدو سيصدر قرارات متتالية تشل حركته وبادر بادر هو قبل أن يصدر التوفيق هذه القرارات بادر لإرسال رسائل المديرين والمحافظين على الأمن في كل أنحاء القاهرة والإسكندرية وما حولها من مدن أن يعصوا أوامر الخدو وأن يستقروا على ما هو فيه من محاولة الدفاع أو محاولة تطمين الناس وتسكين الناس وتهدئة ثائرتهم وجمع ما يمكن جمعه من القوة لمساعدة عرابي بعد ذلك في قتاله القادم هذا الذي جرى أرسل أيضا إلى يعقوب سامي باشا هذا كان وكيل وزارة الحربية ليقوم بدعوة العلماء والأعيان للتشاور أيضا عقد في مجلس أيضا في ديوان وزارة الداخلية وجاء كبار الضباط وكبار الموظفين وقرر المجلس أن يدعو قادة البلاد وقادة الرأي والمشايخ الأزهر وغيره وفعلا انعقد بعد سويعات سريعة المجلس وجاء الشيخ الإنبابي وشيخ الإسلام وقاضي القضاء جاء ومفتي الديار وجاء التجار والأعيان واتخذ المجتمعون قرارا بإعداد الأمة للجهاد حصرتنا العباد قرار متأخر جدا بإعداد الأمة للجهاد وإعلام الناس في القاهرة بأن يستعدوا للقتال يعني هذا أمر كان جيدا لكنه متأخر ومتأخر جدا عندما بلغ هذا الخبر مسامع الخديو أصدر قرارا بعزل عرابي من الوزارة وزارة الحربية وتعيين عمر لطفي باشا محافظة إسكندرية وزير الحربية مكانه ويا الأسف الشديد عمر لطفي باشا مثل إسماعي الراغب باشا كان من المؤسسين الحزب الوطني القديم لكنه كان من متلونين الذين تهموا أيضا بتعاون مع الإنجليز في اختراع قضية المالطي والحمار الإسكندراني الذي سبقا ذكرتها لكم في حلقة سابقة وأردف ذلك بمنشور علق في الإسكندرية بإعلان عصيان عرابي وأن عرابي لما أخلى الإسكندرية بدون مقاومة فإن يسوغ للإنجليز أن يدخلوا وأن يحافظوا على الأمن في الإسكندرية تصور أوضاعنا أيها الأخوة كيف تردت آنذاك وكيف صارت في منحدر رهيب ماذا حدث بعد ذلك كيف تقدم جردون إيجليز ماذا حدث لهم من مقاومة بعد أن خرجوا الإسكندرية يريدون أن يتقدموا ويحتلوا البلاد هذا ما سأتي عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته